كتب الدكتور رشيد بن كيران مدير معادي غيراس للتربية والتكوين وتنمية المهارات عن الخطبة الموحدة أتحدث من باب فقه الواقع كان ينبغي أن تكون خطبة اليوم أو التي قبلها تتحدث عما الناس في أمس الحاجة إليه وهو موضوع زكاة الأموال ترغيبا وبيانا فقد جرى العمل لدى المغاربة منذ عقود طويلة اعتبار شهر الله المحرم موسم الزكاة ثم ساق وسم لا لموت الخطيب تعليق بالفعل وقد كان الناس ينتفعون بذلك ولو حتى الذين يخرجون الزكاة في سائر شهور السنة وقت إخراج الزكاة عند كل مسلمين يبدأ من تاريخ مرور سنة على بلوغ النصاب في ماله فاللهم وفق الجميع لأداء زكاة أموالهم واللهم بارك في الجميع في أموالهم وفي صحتهم وبارك لهم في أبنائهم واللهم أفرح قلوبنا بالفرج عن إخواننا فأنت الكريم الرحيم بعباده ونحن نسألك في هذا الوقت الذي هو من مواقع استجابة الدعاء بعد عصر يوم الجمعة فاللهم أفرح قلوبنا وفرج عن إخواننا وانصرهم وارزقهم نصرا عزيزا مؤزرا يا رب السماوات والأرض يا عزيز يا قيوم يا قوي يا دلجلال والإكرام قناة إبراهيم أبو جابر رحلة تيفي يا رب السماوات والإحواننا